اشتركوا في القناة اللاعبين الروح القتالية متاحهم حبهم للعطاء الاندفاع متاحهم الوعي وسي هذه هي نقاط ذهنية اللعبنا عليها في نهاية الموسم كانت إيجابية اليوم المقابلة استراتيجيا قلنا ندخل بقوة من الأول حتى نسجل أهداف لأننا نعرفوا العمل البدني مشيخون شرط الثاني كما مشيخون الفريق المنافس لذلك لابد أن نضمن المباراة بتسجلنا الأهداف الشوتلول حتى ندخل من بعد في التصرف المقابلة وهذا اللي صار أنه شوتلول كنا فيهزين 3-0 حتى لما صارت الإصابات كما إصابت أسامة مقدرش يكمل كانت عنا الورقة متاع الزمزمي اللي تخلصش الهدف الحمد لله ومن بعد فما إصابات لكن ستقوني فما ثلاثة ملاعبية يخرجوا من منظفات التراحة متاع الشوتين لكن كملوا قبلوا بشي كاملوا يلعبوا لأنه معناش خاصنا اللاعبين اللي هم في الوسطة وفي الوجوم معناش البدائل اليوم استراتيجيا نجحنا في تصرف المقابلة كبدايتها وخاصة في الشوت الثاني أصبحنا نلعب في المنطقة متأنا ونستغل في المساعدة العودة متاع أكيد الحداد لسجل الهدف في الشوت الأول ثم سجل الهدف الرابع يعني نجمو كله رتحته من خلال ثلاثية الشوت الأول الآن سيد شهاب التفكير في القادم الآن هناك بداية موسم ستكون كروة في تونس في أوت وخاصة تأهلكم الآن إلى ربع نهائي مهم جدا التفكير قلت لي عندكم نقص في اللاعبين تماش تفكير في إضافة وتدعيم أزاد البشر نادي الأفريقي شوف نادي الأفريقي اليوم بلغ زوز أهداف متاعص اللي هو مهم في خزينة النادي وبلغ تأهل الربع النهائي كاس أفريقيا هذنه أهداف يشرف نادي الأفريقي نهاية موسم تسامة إيجابية طوفها محظيرة مفتوحة في نادي الأفريقي لابد من الانكباب على الموضوع هذا هو على مستوى اللاعبين على مستوى البرمجة على مستوى استراتيجي هذا يكيد في قادم الأيام بشي يتوضح بشي حاجات في النادي الأفريقي الإدارة موجودة اللاعبين موجودين الفريق كبير الفريق عمل نهاية موسم إيجابية أسعدنا لجمهائينا بتاعنا ما فهماش علاج توتسويت تتحل الملف هذا يمتع التحذيرات المقبلة إن شاء الله بسرعة القادم المنافس القادم في ربع نهائي قد يكون اللقاء ستتبعون وكيد نادي اسفاقسي أمام مولادية الجزائر التفكير في القادم يظن مهم لكم شوف القادم يحدوا الحاضر لأنه كيفاش مش يبدل التحذيرات بتاع النادي الأفريقي النادي الأفريقي على مستوى إعادة هيكلة الإفكتيف لأنه في ملاعبين غادر وفي ملاعبين مش تبقى في ملاعبين يكون تغادر لذلك هذوم حاجات هم لابد الانكباب عليهم في الحين لأن المقابلة متاع ربع نهاية مش تكون في شهر تسعة من هنا شهر تسعة لابد من عمل بجهد كبير عمل على مستوى لكاليتي النوعية حتى نصل للمشاهد سبتمبر إن شاء الله في أحسن حالاتنا مرحبا بك في المباشرة منوبي رحلة الذهاب والإياب ما أثرتش فيكم ذلك اليوم ورينا مردود آخر وصور أخر لعنى السلادي الأفريقي يظل التفكير الآن في القادم مهم بنيكم بنسبة لكم وانتم ملاعبين هذا هو مرحبا جدا لتأهل لأربع نهائي أردنا أن نتحل بأن جعو الفعالية حضيت بثقة المدرب في المباريات الأخيرة وأنا أشكره على تلك الثقة وأمل أن أكون دائما بهذه الثقة وبهذه الفعالية قمنا أدينا لعب دمين ساحب الهدفين المتألق خلال هذا اللقاء كما تبعت زميل نزار هذا أما قالوا منوبي حداد ساحب الهدفين وخاصة هدف الأول لسجله كان هدف جميل جدا راضيين وثيقة تأكيد شيها بليلي أيضا حقه المهم اليوم هو الانتسار وخاصة التأهل إلى قادم الأدوار الدور ربع نهائي أترك لك المجال ولذيك كل مشاهدي بيين سبورتس شكرا